مشاهدين 45 دقيقة تحدث فيها الرئيس الأمريكي مع حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في خضم حرب جيشه على قطاع غزة تناولت تلك المحادثة أمورا عدة لكن أصعبها وأكثرها إحباطا بحسب موقع أكسيوس تمحور حول قرار إسرائيل حجب جزء من الإرادات الضريبية التي تجمعها للسلطة الفلسطينية بايدن هنا طلب من نتنياهو قبول اقتراح طرحه هو شخصيا قبل أسابيع بشأن تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل إلى النرويج لحين التوصل إلى ترتيب يعالج مخاوف الحكومة الإسرائيلية من وصول تلك الأموال إلى حمس لكن نتنياهو تراجع عن موقفه بالقول أن تل أبيب لا تثق بالنرويجيين مشترطا قبول الجانب الفلسطيني بالتحويل الجزئي للأموال فقط بايدن المنزعج رد بالقول أنه إذا كانت بلاده لا تثق في اقتراح النرويج فيجب أن يكون ذلك كافيا لإسرائيل أيضا تراجع نتنياهو عن موقفه يعكس الخلافات العميقة داخل اتلافه الحكومي حول عدد من القضايا ومن بينها بالطبع مسألة تحويل أموال السلطة الفلسطينية فهو من جهة يواجه ضغطا أمريكيا للإفراج عن تلك الأموال ومن جهة أخرى يواجه نتنياهو معارضة شريسة من قبل وزير المالية بيتسليلا سموتريش الذي هدد بالاستقالة ما قد يعرض الحكومة الائتلافية للخطر الإرادات الضريبية هنا تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريا لخزينة السلطة الفلسطينية وذلك بموجب اتفاقيات أوسلو تمثل دخل أساسي للسلطة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية أصلا ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي أعلق اسموتريش تحويل تلك الأموال قبل أن تقرر الحكومة الإسرائيلية لأنها ستحول الأموال باستثناء تلك التي تذهب إلى القطاع من خزينات السلطة أمر رفضته السلطة الفلسطينية التي تصر على استلام جميع عائدات الضرائب من الجانب الإسرائيلي ما أثار مخاوف لدى إدارة بايدن بشأن انهيار اقتصادي محتمل للسلطة الفلسطينية وبالتالي انهيار أمني كبير في الضفة الغربية